السلام عليكم بنات جيت اليوم شارك معاكم عيد ميلادي الولدي كما راكم عارفين مع هاد الكون في المون فميني ما كينش الاجتماعات وهذا فاضطرين ان انا نديروا ليه شي حاجة اللي بسيطة وبويت نشاركها معاكم علاش اللي لا تفيدكم حتى نتوما فواحد الكيك هكا لي بسيطة يعني حلوة لكريم وكذلك البوب كورن بالالوان وواحد الميني كيك فتبعوا معايا الفيديو حتى من الاول حتى الاخير وفرجة بمتعة باش شوفوا شنو جيت اذا كنتي اول مرة كتشفي قناة مطبخ امينة ام سليمان ما تنسيش تشاركي بالقناة وتفعلي الجارس باش توصلي بجامع الجديد من الفيديوهات مطبخ امينة ام سليمان وكذلك لاعجبك الفيديو خلي لايك فاول حاجة غادي مدى بها هي لاجينة ديالي فانا حضرت هاد شي كله فنهار واحد باش نكونوا يعني مفاهمين وعيد ميلادي الازدربة كما كنقولو فغادي نحضروا لاجينواز غادي نحتاجوا فيها في المقادير ديالنا واحد الكاس ديال السكر ثاني دقل الصبع يعني ما يكونش كاس عامر بزاف وما يكونش كاس نازل غادي نحتاجوا كذلك ربعة ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ ويكونوا بيضات كبار يعني ما يكونوش بالحجم الصغير وغادي نحتاجوا واحد الملعقة تقريبا صغيرة ديال السكر الفانيلا كاس او ما يعادي الاشرة ديال الملاعق ديال الدقيق الفورسر طبي يكون منحول وغادي نحتاجوا جوز صشيات ديال الخاميرات الحلويات كذلك ربع كاس تقريبا من سيت النباتية وقبيصة ديال الملح فغادي نمدى ان شاء الله باش نجمعوا هاد الوقت وينات ديالنا بالنسبة اللي عندها الطرر بالكهربائي فممكن تسعملوا لكن انا خسر لي ما متوفرش عندي هنا غادي نسعن فقط باليدين ديالي لكن لكان عندك الطرر بالكهربائي فغادي تبقي الطرر بالبيض والسكر سنيضحتي ولي الخلط ديالك عاقد ولي بيض بحال تلج ولكن حتى بهذا الطريقة اللي درت جات لاجنواز ديالي زوينة وخفيفة فانا فقط طلبت غير بليادين ديالي خديت بول درت فيها ربعه ديال البيضات وغادي نزيد عليها سكر ساندة الملح كذلك باش كتت تصحح لنا الدوق ديال هاد الاجنواز ديالنا غادي نحتاج رشة ديال الفانيلا كذلك نستمر في التحريك من بعد غادي نزيد السكر ساندة وغادي نبدأ نحرك حتيبا للقاوم ديالي بدك يعقاد لانا بتطرر باليدوي فصعيب بزاف انكي طلعي هاد البيض مع ساندة يعني صعيب بزاف بكل صراحة لامورانج يعني باش طلعي لامورانج او لا طلعي كريم شونتي بيديك سهلة لكن باش طلعي البيض وساندة ديالها جنواز صعيب بزاف بزاف ما كيبغيش يطلع فانا غادي نبقى انطرب حتيبا للقاوم ديالي بدك يعقاد تقريبا هنا يا بقيت كنتطرب على لبنات واحد شغالي نقول لكم واحد ستاديا لدقائك وانا كنتطرب فبدون ما نحبس يعني حاولت ما امكان باش نطلعها من بعد تقريبا قولي ربعا ديال المعالق ديال الزيت النباتية لان راجين واز في الاصل ما كيكونش فيها الزيت لكن احنا غادي ندير الزيت لان الكهربائي فهنا يجد زدت عفوا شوية ديال سوكر الفانيلا وغادي مبدا نزيد الدقيق بشوية بشوية بالنسبة للدقيق كما قلت لكم من قبل فعشرة ديال الملاعق اللي احتاجيت ديال الدقيق الملاعق يكونوا كبار مبلوءة جيدا فغادي ناخدهم ونوضعهم في الغربال ضروري اننا نغربلوهم باش نبغي ونضيفوهم على هاد الخلط ديالنا ديال لا جينواز وخيكون الدقيق ديالنا منخول من قبل فنعاود ونغربلوه كل ما تغربل الدقيق ديالنا كل ما لا جينواز ديالنا كجينة زوينة وخفيفة ومخدومة فازدت جوز صاشيات افوان ديال الخميرات الحلويات وغادي نبقى ندير بشوية بشوية وانا كندخل هادك الدقيق ديالي ما نغربلوش دفعة واحدة فنحاول نبقى نضيف بشوية بشوية وانا كنخلط حتى غادي نسالي هادك الدقيق ديالي كامل فبالنسبة للدقيق كما قلت لكم عشراء ديالي مع الكبر كفاوني جات هي هادك يعني ما جاتش تقيلة وما جاتش خفيفة بالنسبة اللي بنات اللي غادي يطلعوا لها جينواز بالباتر او لها بالطرب الكهربائي فارا غادي تديروا تقريبا كأس الى ربع ديال الدقيق ودائما حاولوا انكم تطلعوا من تحت الفوق ودخلوا الدقيق بدون ما تطيحوا هادك الخالط ديالكم ديال البيض والسكر سليدا من بعد اخذت هاد المول هادا اللي كي ترتق ودرت ورق المطبخ من تحت باش هكا نقدر نحيد لها جينواز ديالي بسهولة حاولت انني نقدو بهاد الشكل بالنسبة للجوانب فانا قطعت هادك الزوائد اللي عندي ديال البابي كويسون او ورق الفرن فحاولت انا نقطعهم باش ما يتحرقوا ليش في الفرن وكذلك ما يشدوا ليش الاسباس بزاف لانا غادي يديرون جيوني منين بغي نخشي المول ديالي في الفرن بالنسبة للجوانب ديال المول فانا غادي ندهنهم فقط بالزيت وغادي نقطع واحد السيري والسقو عليهم بهاد الشكل هادا لكن لا كانت متوفرة عندكم الزوبدة فمن الاحسن كيعون داك ورق الفرن باش كيلسق وكيجيكم مزيان يعني زيت فكتخليه شوية تقلع كما غادي تشوفوا معايا راه تقلع لي واحد شوية واضطريت اني في الاخير نحيد واحد طريف لانو برزتني ما ما تقادليش لكن بالزبدة كيلسق ما كيتحيتش انا تحرم مرة درتو بالزبدة لكن دابا متوفراش عندي وقلت ندير شوية ديال زيت باش يتبت ليه وما تتبتش ليه مزيان كيما بغيت فمن بعد في هاد المرحلة هادي الفرن انا سخنته على اقصى درجة كان شغل عليه فقط من التحت على ميتين درجة اذا كان عندك الفرن ديال الفرفارة فحاولي انك تفدي الفرفارة بكل صراحة لان الفرفارة كتخليها تطلع من جهة وحدة وجهة تبقى نازلة يعني الجهة اللي كتكون فيها الفرفارة كتبقى نازلة والجهة اللي ما كتكونش فيها الفرفارة فكتطلع يعني حاولي تفدي الفرفارة لانه بهذا الفرن العادي ديالنا ديال الدار ما عندها التشي فائدة بكل صراحة انا ما كنت استعملهاش عكس الفرن يعني ديال الزنقاء وهذا يعني ديال المخابيز الكبار فكيستعملوها لانك تكون ضايرة على الفران كامل وكيكون البرد جاي من جميع الجوانب وكتتحمر لنا لاجين وزا ديالنا في دقة كنتمنى الفكرة تكون واضحة من بعد كبيت هاداك الخالط ديالي في المول وبقيت كنضرب به بعد الشكل هادا باش هكاك يخرج لهوا من الكيك ديالي ودخلت هالفرن ليشاعل غيمة لتحت باش تتحمر ليا حتى كتطلع وكتقرب طيب عادي كنشعلي لها من الفوق كذلك باش تحمر وكنخرجها هنا غادي نحضروا البوب كورن او القليا غادي نحتاجوا الضرافة انا هنا يا كبيت الكيمية كاملة عادي فكرت باش اقسمها لأني غادي نديرها زوج ديال الالوان فانا هنا خديت كأس الى ربع ديال الضراف وخديت هنا يا تقريبا واحد ربع ديال ملاعق ديال الزيت النباتية غادي ندير نصف كأس ديال السكر ساني ده باش كيعطينا هديك الحلاوة وكذلك تقرمي لها للبوب كورن ديالنا فغادي نحاول نخلط واحد شوية هنايا وغادي نقسم الخالط ديالي النصفين باش هكا نقدر كل خالط اللون بوح ديتو واذا كنتو بغيتو تديروا حتى ثلاثة ديال الالوان فممكن ديروهم زيدوا حتى ديال الكاكاو انا هنا غادي نكتفي باللون البرتقالي افوان اللون الوردي وكذلك اللون الاخضر اللي غادي نديروه في الخالط التاني بالنسبة لهذا الالوان فمتوفرين عند البائعين ديال الحلويات غادي نقول لهم اعطيني ملوين ديال الحلويات فغادي يعطيوه لك متوفر عن جميع موالي الحلويات كيعطيوه ابتداء من خمسة ديال دراهم فغادي ناخد هاد المكونات ديالي غادي نديروهم في كاسر ونغطي عليهم ومقا نحرك بهذا الشكل على نار اللي تكون مجهدة وانا كنحرك حتى تبدأ ترتقلي هديك البوبكورن ديالي وتبدأ توجلية كما كتشوفو فانا حاولت نحل الغلاقة باش يبال لكم القاوم ديالي او هاد البوبكورن كيفاش كيكون يعني كيجي زوين بزاف وكياخد اللون كامل ويعني مكونات اللي بسيطة بالنسبة اللي ما متوفرينش عندها هاد الالوان هادو ممكن تدير غير شوية ديال الخاقوم وشوية ديال كاكاو يعني ها هما جوج الالوان واجدين عندك يعني بحال هاد يصف هذا انا لدي فيه الغوز انت يديري فيه الاصفر فمن بعد غادي نكبوه في شي في شي طبقه او لا شي صينية ونخليه باش يبرد لانو كيكون سحون بزاف خاصو يدربوا البرد عاد كنحولو باش نقعدو بالنسبة الخالي الثاني فانا هنا يست ملعقة ديال زيت النباتية ورأس ملعقة ديال الملوين الاخضر ملوين طبيعي ديال الحلويات غادي ندير نفس العملية غادي نديرو فوق البوطا ومقا نحرك حتى يوجد لي ويتردق لي يعني قاعدة كدرا ديالي دائما على نار مجهدا مع التحريك المستمر ما نغفلوش عليه من التحريك باش هكا ما يتحرق لناش لتحت فمن بعد ما كيوجد لي حتى هو كنحطو كذلك في شي لاطا وكنخليه حتى يبرد من بعد ما غا يبردو لي باش نقعدهم يعني في الزاجات اللي بغيت نحطهم فيهم انا لكنتو ما يبغتو تحطوهم في ذوك الكويغطات او اللي بغتو تحطوهم في شي زليفات فلاكم كامل اختيار كتبقى فقط الفكرة من بعد ما طبط لي لاجينواز ديالي فخرجتها خليتها غير تفات واحد شوية يعني خضت واحد شوية ديال حرارة المطبخ ماشي بردت تماما غادي نحلها ونحيي لي هاداك البابي كويسون من الجنب ونخليها حتى تبرد لي مزيان مزيان باش مني نكون كنقطعها ما تفرتش لي وتقطع لي بسهولة تكون مزيانا حكومة بالنسبة لهاد لاجينواز البنات كي ما قلت لكم راح كتجي ناجحة وخام يكونش عندك يعني اضطراب الكهربائي كي ما اشتوا معايا الشكل ديالها وكتجي خفيفة بزاف وخام طلعت هاش يعني باضطراب الكهربائي غير تبعوا المكونات اللي قلت لكم والطريقة راح غادي تنجح معاكم من بعد مشيت خديت النفاخات وخديت هاد الهاد الكي ديرو في الهدايا وخديت هاد الملسق هاد الكي يلسق على زوج ديال الجواية عفوا وغادي نحتاج كذلك المقص باش نصيب زويقات في الصالة اللي غادي نديروا في هاي الميلاد من بعد نفخت النفخات ديالي كاملين اه ومن بعد ما نفختهم اخذيت هذك هذك الخيط اللي كي تباحته هو عند مالي الحلويات كيديروها الحلوي وكيديروها يعني هاد السين تم توفرها عن مالي الحلويات فانا اخذيتها وحاولت نقطعها يعني طويلة واحد شوية وخليتها من نص حاولت ناقدها في النفخة شكرا فانا باد ما كنسلي هاد البعلونات ديالي بهذا الشكل كاملين كناخد هاد اللصقة هادي وكنحاول نوضعها اللور ديال النفاخة ديالي باش هكا تقدر تلصقلي في الحيط بسهولة يعني احسن ان انا نديرو سكوتشا ما كيش دلناش هاد اللصقة هادي فبصراحة كتلصق زوين وكتحيد بدون ما تخسر لنا حتى السباغة كما كتشوف انا لصقتها في الجيهة الاخرى باش هكا غادي نحطى للحيط ديالي بدون من يعني بدون اي مجهود غاية تحطيها كتلصق لي انها كتلصق من جوج ديال جوية بحال ما هاكا غادي نعلقها بالنسبة لهذا كل الخيوطة اللي كيكونوا حتى هما فيهم السواقات فكتلصقهم بها من اللقنات بصراحة كيعتهم من ضرزوين هادي هي الفكرة ديالي بالنسبة لتزيين كيفاش زينت الصالة يعني زينت غير واحد البلاصة اللي صغيرة باش هكا تبان في تصاور وصافي من بعد خليت هذاك البوب كورن ديالي بعد ما برد لي ودرتو في هات الزاجات كيجيوزوين ينحتو ما كيعتو من ضرزوين ديروهم في الكويرتات فممكن تديروهم فيهم او لا تفرقوهم يعني المسبة لك انو بزاف ديالي الوليدات تفرقوهم لهم في توق الكويرتات لكن انا كيما قلت لكم مع هاد الكون في المون فا اه درت غير جوجها كغيل ديكورو صافي باش يبانو فمن بعد غادي انتقل لجنواز ديالي بعد ما بردت لي تماما تقريبا واحد ساعة ديال ما قانا خليتها حتى بردت مزيان غادي نحاول نقعدها لان جهة عندي عالية لاجيها غادي نحاول انني انقعدها بهذا الشكل ثم غادي نتراسي الجوانب باش هكا نحاول نقطعها على زوج بالخيط غادي ندير الخيط باش نقطعها على زوج ممكن تقطعها بالموس لكن اه كنخاف ولت لت يعني لت فرست لنا ولا شي حاجة فكنطر انني اندليها الخيط بنسبة الجوانب فاقطعهم بالموس منشار مل احسن باش هكا التحيل تقطع لكم بسهولة كناخد الخيط وكن بداء بحلا كنقطع بالمنشار كنديه وكنجيبو ونحاول نشدو بشي حاجة من التحت باش هكا يعاوني شي حاجة تكون تقيلة وانا كنجر من هنا ومن هنا باش كنتقطع ليا كنجيب حالي لم قطع بالموس ما كينش فرق على البنات بعد ما اه ساليت غادي نحاول نقسمها بعد شكل كما كنتشوفو را كنجي مقادة يعني ما كينتش فرق غادي نحاول نحيد هذيك التحتانية من ورقة الفرن وندير التانية باش هكا نسقيها وها التانية هي اللي غا ندير من الفوق هدي اللي كانت التحت هي اللي غا تولي من الفوق من بعد هنه يجبت شوية ديال السكار مع شوية ديال الماء غادي نسقي به إلا بقيت تديري القهوة كانت يزالك فممكن تديريها لكن انا كينشي ناس عندهم حساسية ديال القهوة فاتطريت ما نديرهاش يلا بقيت تخليهم غير ها كك فممكن تخليهم لا بقيت تغليهم ممكن تغليهم انا قدرت الماء والسكار وشوية جرس سكر الفانيلا باش اعطينا النكهة وآآ بقيت كانت تسقي به هديك العجينة ديالي او عفوا من الكيك ديالي من بعد خديت كريم شونتية فا كريم شونتية كنت مطربها من قبل ما وريتها لكم شها البنات لاني خدمت بها كيكة من قبل آآ هاد الكريم شونتية خديت آآ كريم سائلة كريم هولالا واضطربتها معا تقريبا واحد ربع كاس ديال السكار لانها داجة هي حلوة وخديت واحد جوش طوبات ديال شكولات اسود دوبتهم وخليتهم حتى بردوا باش ما يدوبوا ليش لا كريم ديالي وخلطتهم معاها نزيان نزيان باش هكا كجيني بحال شكل بلا موس هاد الكريم شونتية ديالي كيولي المدقة دياله بحال شكل بلا موس وكتولي عاقدة لنا لانه وخنخدم واحدة ايو فضر ما كنجيناش يعني عاقدة بحال ديال المحلات فمن بعد كندير هاد السيركل هادا اللي كيتبع عند مالي المحلات كيتبع المتر وكان نبدأ ندخل في الجواني بلا كريم ديالي بالنسبة لهاد السيركل عفوا لكان متوفر عندك هادا السيركل ديال الحديد فممكن تديريه لكن انا كتفيت فقط بهاد الهادا ديال البلاستيك لانه كي يعاوني بزاف بزاف فاخديت الطبقة الثانية من الكيك وغادي ندوز عليها حتى هي هادا السيرو بالنسبة للسيرو فنديروه من هاد بلاصة ما نديروش من البلاصة اللي لي محمرة باش هاكي يدخلنا لانه درناه من ديك الجيهة ما غاديش يدخلنا وهادك شي لاش ما حطيناش الكيك عاعد بديناك نسقيوها سقينها من هنا حيث انا مني غا بغين حتى غادي نقلبها فاختي نسقيها مزيان قعد نقلبها فوق من هادا فوق من الكيك الاولى ديالي نحاول نقلبها بشوية باش هكا متهر سليش ونقادها ونبدأ ندوز لا كريم ديالي عليها فبالنسبة لباش نقاددو لا كريم الفوق يعني بلا سباتول بلا تشي حاجة طريقة سهلة كاما نقاوغين شدو العبار بهادك السيرك اللي كان كنكونو ديرين بالجنب وكم بقاوغين قاددو قبل يل كان عنا شي موس كبير ممكن نستعنو باللور ديالو وغنديروه بحل شكل سباتول فغادي يقادلنا كل شي فانا هنا بقالي واحد شو يام داك اللي قاددت قبل غادي نحاول ندوزو بهد شكل هادا ونخدم به حتى هو لانا بقاش عندي لا كريم الساف كيما كتشوفو طريقة سهلة جدا من بعد غادي ندير عليها القاناج يعني ما كانش فرق اللي كبير بينها وبين الحلوة ديال المخابز يعني نفس الخدمة نفس الطريقة كتبقى غايف الماتريال يعني الماتريال ديال المنزل ماشي هو الماتريال ديال الخدمة فمن بعد خديت الشوكولات ودوبتو هذاك الشوكولات وولي غنخدم به القاناج خديت هنا تقريبا واحد ربعا ديال طوبة ديال الشوكولات وبديتكن قبل ما نقعد دو نصيبو غاناج يعني يلا هداب واخديت منه بقيت كندوز على هاد السيركل باش ندير لها من جناب واحد الشاريط ديال الشوكولات لانا كيما قلت لكم من قبل فمنبقاش عندي لا كريم باش نقدر ندينها منج نفسع انت بهاد الشاريط ديال الشوكولات الهداب والقاناج فمن بعد خدي نخليه تقريبا واحد العشرة ديال لبقائق حتيش الضراث واحد شوية واعد خدي الهزوم بعد ما نقدو تماما يعني نخلي واحد طبقة اللي غليظة واحد شوية باش ما نتقل بوش حتي انا وقعتلي في واحد جهة بقاتلي واحد طبقة رقيقة بحلا خلتلي الكيك واحد شوية اريانة من ذيك الجهة يعني نحاولو نخلي واحد طبقة لي غليظة باش منين نديرها على الكيك ديالنا تغطيها لنا ونحسو بها باللي راها شكلات. فمن بعد غادي نحطها على اللاجينواز ديالي. بهد الشكل هادا من الجوانب وندخلها الفريقو. ضروري انها تدخل الفريقو او المجميد باش هكا تلسق لنا مع اللاجينواز ديالنا. او مع الكريم اللي احنا دايرين. من بعد غادي مشيو باش نصايبو هادو كلي ميني كيك صغيرين غادي نحتاجو كاس ديال ضانون. بنفس الكاس ديال ضانون غادي نعبرو اربع كاس ديال الزيت. يعني كاك ديال الزربة يعني كنقول لكم. فنهار واحد مشيت نهار واحد. قريبا واحد ساعة ديال ما كانو. الحمد الله وبإذن الله كل شيء كان موجود يعني بفضل سيدة ربي. فهنايا زدت كاس ديال سكر ساندة. بعد نزيد زوج ديال البيضات. يعني هاد الكيك هادي كجيزوي هنا واخا كتبال لكم يعني ذاتها عشوائية ديال ناس ديالش حال هادي. يعني لحت كل شيء ضقاء وخلط لانها يعني ما كانش فرق. فادرت هنا صار شيء ديال الفانيلا. كيما قلت لكم ما كانش فرق يعني جات عادية جدا وخا وخاص حاجة على حاجة او لادرت كل شيء دفعة وحيدة. فهنايا درت واحد شوية ديال الفويتين قلبنا. كيعطيها واحد المضاق اللي روعة 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 غزال بزاف بزاف بصراحة. ما كيبقاش يعني مقرمش لكن كيعطيها واحد منكها من الداخل اللي زوينا. هنا غادي مقا نزيد الدقيقة بشوية بشوية بالنسبة للدقيق فغادي نحتاج كأس ديال الدقيق يكون منخول من قبل. وزوج ديال الخمارات يعني فانا هنا يا قدرت كأس الى ربع ومن بعد زدت ربع كأس يعني في المجموعة كأس ديال العنبة واقف. غادي نزيد زوش الصاشيات ديال الخميرة ديال الحلويات ونخلط نزيان ناخد الكويرتات ديالي اولا ناخد هادو كل ديال المادلين ديرهم في المول يعني اللي متوفر عندك. انا اخذيت هاد الكويرتات. ما كيحتاجوش هاداك المول ديال المادلين. ووزعت فيهم هاداك الخالط ديالي. فانا غادي ندير فيهم واحد شوية ديال داك الشكلات ديال اللي غادي نصيب به القاناج. غادي نديرو في الوسط ديال هاد الكيكات. يعني وعاد غادي نحاول نغطيه من الفوق بهذاك بهذاك الخالط اللي متبقي عندي. بالنسبة اللي بغا تدير طيف يعني طيف ديالشكلات هاكا ويدو بوسطو عاد. فممكن تديرها كذلك. او لا تدير معي ديال كونفيتور حتى وكي اعطيها مدى قزوين لان هاد العجين ديالنا او هاد الخالط ديالنا كي يجي تماما بحال هادو كلمادلين ديال الزنقة. فمن بعد فضل مرحلة هادي انا غادي ناخد اللوز ايفيلي. وغادي ندوز وعديهم حالك نحاول نغطي لها الوجه ديالها. الفرن ساخن على اقصى درجة من قبل. مني غا نقرب ندخلي هاد المادلينة ديالي. فغادي نخلي على ميتين درجة شعل غيب اللي تحت حتى تنفخليها. عاد غادي نشعل من الفوق باش تحمر ليا ونخرجها بصحة وراها. فمن بعد ما خشيت الحلوة ديالي في الكونجيلاتور. فكي ما كتشوفو انا حييت سيكل وبقاع لي هادك الشكلات ديالي ضاير على المول ديالي. اه بالنسبة لقانا جالبنات درت فيه تقريبا زوج ديال طوبة ديال الشوكولات اللي انا اخذيت من اربعة ديال طوبة عفون ديال الشوكولات اللي انا اخذيت منهم من قبل. وثلي تقريبا نصف كس ديال الحليب مهم خاصو يتخفف واحد الملعقة كبيرة من الزبدة باش كتعطيه واحد البريون لي زوين. ما غا نديروش وهو ساخن فوق من هاد الكيك ديالنا باش هكا ما تخسرناش هاديك الكريم اللي مجيورة من الفقرين حاولو نخليه حتى يبدأ يشد راسه واحدش فيه غير حتى يبرد باش ما يخسرناش الكيك. ومن بعد نبدأ ونوزعوه بهاد الشكل. بالنسبة لهاد الكيك كل ما توجدت قبل يكون احسن لكن ما انا كيما قلت لكم زرباو هادا فوجدتها في اخر لحظة وحطيتها في اخر لحظة يلا بدت كاتشد راسها لكن كل ما بردات كل ما كاتجيزوينة. من بعد درت موس من لتحت وبديت كنسوسها بهاد الشكل باش داك القرنج ديالي يهبط مزيان ويتقاد لي الصبح ديال هاد الكيك ديالي. وغادي ناخدها ونحطها فوق شي فوق شي زلافة. وغادي نخليها فوق من الصينية. ونديلها في تلاجة باش تبرد لي مزيان مزيان باش نقدمها. فبنسبة للشكل النهائي ديال الطابلة وديال يعني الديزاين اللي صيبنا في الصالة ديالنا او في الغرفة اللي درنا فيها. لانيفيرسي غادي تشوفوه معايا دابة كي يجيب صراحة زوين يعني شحاشة اللي بسيطة نقدر نفرح بها وليداتنا وف نفس الوقت يعني اه هكا بين المنظر. فاخديت واحد. خديت القلع خديت واحد العصير هكا. وقديت النفاخات بهاتشكل هادا هو شكل قديت به النفاخات ودوك الفرافة ذيالي. وصلنا لاخر الفيديو ما تخيتش بكم والبنات وكانت من تقبلوا عليا ونفيدكم بشي حاجة. دومتم في رعاية الله وحفظة نتلقى ان شاء الله